في هذا البيت المتواضع على مشارف غابة عين الرومان بالبليدة وفي ليل حالك خلدت الطفلة ملاك البلغة من العمر سنتين إلى النوم رفقة والديها وأخويها كانت ألسنة النيران قد التهمت الغابة المجاورة قبل أن تأتي على ما في البيت إلا قليلا تفحمت الرضيعة ملاك فيما نجى أفراد عائلتها بحروقهم من الموت شعلت النار حوالي الزوج تاع الصباح كان تريح فور بزيف كان هو نايم هو ولاده كيف طرق النار قاعد دائرة به عنده زوج دراري ألاش دو ديزون أفون وعنده بيبي في عمورها دوزون يدمي كنا راقدين حتى أخويا عيالو فطنوش النار له بالسنة النار فيه بعد خمسمة ثرات هكاك نوضني نوت باش نولي نرفد كواغة طولا كاش منصو فيمنج باش نعاود نولي للدار لأسف الشديد تم تسجيل حالة وفية طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين أما بالنسبة لم تسجيل ربعة ضحايا من عائلة ضحية هو الأب والأولادة تم تسجيل ربعة ناتج عن كثفة الدخان عن صعوبة تنفس تم نقلهم إلى المستشفى الفرنسفانون سرعة تدخل أفراد الحماية المدنية جنب عائلتين أخرين الموت والخسائر في الممتلكات دفعت بالضحايا للمطالبة بالتعويض يعني اشتابعين إياه كيشغل تحيط تحيط لسانها خارج محروقها في حمق يعني ما كانش قلوب ما راح بلوكا وكلش وداروا كل شي عندهم لها كيشغل هادو مزواليين عند طرف الواد منه أكتشوف الحالة كيفاش راهي مكانش كانين ثلاث ديارهم تقاسوا يخويا نطلبوا من السلطات العليا أنها تنظر في الأمر هذا وكل واحد تعطيه الناصيب نتاعه وشكاين ديل بي فيتاعك عاوني نزاوالي باش نسترداري نتاعب عليهم بعد جاءت النار كلاتهم بعد خرجناها كيك ما لسيد هذا كلماتت بنته راحوا ليه لخطر أفير موت راحوا ليه بصحنا كما متناش بقينا حيين ولنفس نجيم معهم حريق غابة عين الرومان بالبليدة يحتم على السلطات المعنية ولا شك اتخاذ تدابير وقائية أكثر أمانا للحفاظ على الأرواح وممتلكات الساكنة بمحاذاة الغابات